اشتركوا في القناة عن بعض الاسئلة التي وصلتنا من طرف الكثيرين حسب ما هو متاح من الوقت يجب ان نؤكد على امرها قبل ان نتحدث عن السؤال الاول ان المرحلة التي تمر بها الجزائر مرحلة صعبة بلا ادنى شك وان التعقيدات بلغت منتهاها وان ما تحت الطاولة بلغ فيه الامر للضرب تحت الحزاب وان العصابة المسجونة والتي ما زالت خارج السجون تستعمل في كل ما تستطيع فعله من اجل انقاض ما يمكن انقاض ولن يتردد يوما في التدخل الخارجي وكلنا سمعنا بالخبر الذي تم نشره فيما يخص علي حداد الذي لجأ الى جهة في امريكا ودفع اموال من اجل الضغط على الجزائر الافراج عنه وسنشهد في المرحلة القادمة ما هو اسوأ بلا ادنى شك فالقضية تتعلق بمصالح نفوذ داخلي وخارجي قوى كبرى تتصارع ايضا على مصالحها في اطار الفوضى الهلكة وطبعا لا نقول هذا معناه انها المعارضة المعارضة عبوما او المعارضة الراديكالية هي من تتحمل مسؤولية فقط لا حتى النظام الحاكم يتحمل المسؤولية الكبرى ويتحمل المسؤولية الاساسية في اعادة استقرار الجزائر والعمل من اجل استجابة لمطالب الجزائريين وهذا الذي سوف نتحدث عنه بإذن الله تعالى السؤال الذي وصلنا من الاخ بدر الدين عين يقول ماذا يعني تسليم تركيا للمساعد الاول قرميت بنويرا الى الجزائر حقيقة ان هذا المساعد الذي كان حسب ما قيل وانه كان مقرب جدا ما هو حسب ما قيل بل من المؤكد وكان يتحدث انه السكرتير الشخصي الفريق الراحل احمد جايد صالح هذا الشخص تداول وسائل الاعلام حكايته في اليومين الاخرين وانه فر إلى الخارج بعد رحيل الجايد صالح وبحوزته ملفات وانه سرب حسب الاعلام انه سرب بعض الوثائق الى من سموهم ضباط متقاعدين وهناك من قال ضباط فر إلى الخارج والحقيقة انه لا ترأيناها اننا لم نشاهد اي وثيقة نشرها ضابط فر إلى الخارج إلا اذا كان هناك من ضباط سلموها الى اشخاصهم حقيقة انه مساعد اول وكان في مكانة كبيرة الرتبة الكبرى اولا في درجة صف الضباط وامر اخر انه كان في سكرتارية قائد الاركان ونائب وزير الدفاع معناها اولا انه مزكة تزكية كبيرة من طرف الاجهزة الامنية لا يمكن اي شخص صف ضابط يصل الى درجة ان يصير سكرتير للقائد الاركان ولا تكون هناك تزكية من اطراف اول الاجهزة الامنية وثانيا اطراف مختلفة بلا ادنى الشيك وان هذا الشخص بمجرد رحيل الفريق احمد قايد صالح خرج وغادر ويتحدث عن انه فيها عقارات وفيه معناها انه متورت في الفساد ترى هل هذا التورت في الفساد متى حدث متى حدثت هذا التورت في الفساد هل في ايام القايد صالح؟ اذا كان محيط القايد صالح عمل فرماسيو سبيسيال افاس والان يحمل رطبة رائد يجري الحديث ايضا تطلطه قصص بلا ادنى الشك ان هذه الحوادث تأتي في جوعا من اجل الحديث على انه هناك حرب يشنه قيادة الاركان على ما سمي الجناح كايد صالح يجري الحديث عنها الله وانا استبعد انه تكون هناك حرب على حرب اجنحة وصراع اجنحة كل ما يجري انه دائما لما يأتي قائد اركان يغير محيط ويغير سكرتاريت ويغير الرجال الرجال الذين يعتمد عليهم هناك من يذهب الى التقاعد ولكن بلا ادنى شك ان المؤسسة العسكرية مرض بمخاض كبير فجرت عملية تطهير داخلي ومازالت متواصلة هناك جنرالات في السجون هناك ضباط سامون في السجون هناك صف الضباط هناك ضباط عاملين في السجون وما الى ذلك ذلك من المعلومات الموجودة وسجن البليد العسكري وسجن اخرى تعج بمثل هذه الامر معناها ان المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية اتخذت مبادرات تصفية داخلية وهذه التصفيات تواصلت ويجري حديث جنرال هاتما الدرجة الاولى ويجري الحديث عن جنرال بوعز وسيني الميال الذي يقضع في السجن العسكري بوليدة والذي تم توقيفه والحقيقة انه يجري حديث كثير حول عملية توقيفه وانه يتعرض للتعذيب والضرب هذا كلام فارغ لا يمكن انه ضابط حتى ضابط بسيط وأذكر انني لما سجنت في المسجن العسكري بوليدة حتى صف الضباط اللي اول حراس السجن يتعاملون باحترام مع الضباط المسجين ايه اغيروا في مراكز التحقيق لا يمكن ابدا انه يجري تعذيب جنرال قال لا لا هذا كلام فارغ فقط للمبالغة ولأهداف اخرى على كل حد بغض النظر عن القصة التي يجري الترويج لها والمعلومات المتناثرة هنا وهناك حول قرمية بون ويراب لكن السؤال الذي دائما يطرح من الذي دفعه الفرار الى الخارج وهناك من يتحدث انه مر على عند الدول واستقر به المقام في تركيا سيكرتير سابق مساعد اول يستطيع ان يتقاعد ويجلس في البيت هل هناك شيء اخافه ودفعه الى الهرب اذا كان تورد في الفساد هذا حقيقة يعني خرج سفر اليدين الى الخارج رب يعني لو كان تورد في فساد كبير واخذ معه موام وعلى راح لأوروبا لماذا سؤال اخر لماذا السلطة الجزائرية اصرت على هذا الشخص ولم تسر مثلا على اشخاص اخرين بل لا قصير وخير 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 بل لا قصير اللي كان قائد للدرك الوطني ماذا اهمية هذا الشخص وخاصة انه تتحدث معلومات صحفية نشرتها الصحافة انه الرئيس تابون اتصل شخصيا بالرئيس اردوغان وطلب منه تسليم هذا الشخص وهو الذي حدث بعض يتحدث على انه عن مخابرة الجزائرية اللي قامت بالعملية على الطراب التركي هذا كلام فارغ لا يمكن ابدا ان المخابرات التركية تقوم او مخابرات جزائرية تدخل الى الاراضي التركية وتقوم بعملية لانه ليست عملية اختطاف عملية تسليم هناك تعاون بين المخابرات التركية والمخابرات الجزائرية اهمية هذا الشخص كبيرا السراء ليست معلومات قد يستطيعوا يكذبها يعني واحد يكون يخرج يقول بان كنت كنت مع القايد صالح وتعال تعالى بسط الاشياء يعملوا بيان يقولوا يكذبوا كثير من العسكريين فروا الى الخارج وقالوا كلام وكذبوهم لانه لا يملك بين يديه شيء مادي اذا ما الذي يمتلكه هذا الشخص وتمت الخشية من حديثه بلا ادنى شك من حيث المبدأ ان هروب شخص في هذا من الجيش والنجوء الى الخارج واستغلال في الترطوع هي جريمة هي خيانة بمعنى الكلمة عندك تروح تنشر وثائق او تسلم وثائق عسكرية الى جهات تستعملها لضرب المؤسسة العسكرية وفي ظرف الظروف المؤسسة العسكرية مستهدفاء اعتقد بانها خيانة ليست لها مثيل لكن كثير من العسكريين فروا في هذه الجنرالات كانوا في الدياراس وعقداء هم موجودين في الخارج الان ويتكلمون في دوائر مختلفة وربما يجلسون حتى مع ضباط استخبارات اجنبية ويحكو لهم على التفاصيل لكن الخشية من هذا الشخص بالضبط ما هو السبب هل هي تسريبات التي حدثت الوثائق التي حدثت اعتقد بان هذا الشخص لديه معلومات تريد السلطات الجزائرية اما ان لديه معلومات تريد السلطات الجزائرية ان لا تخرج هذا احتمال ان يتكلم كمحلل كتحليل فقط او انه او ان هذا الشخص قد يسقط في ايادي خارجية ويجري استعماله ربما يسير يقول لهم يفبرك لهم يحكي لهم حتى قصة كيف كيف مات القيد صالح وكذا كذا اذا كان الاحتمال الاول ان هذا الشخص عنده معلومات مهمة بلا ادنى شك عنده معلومات فهو كان سكرتير القيد صالح لكن طبيعة هذه المعلومات لا ندري لا يجري حديث عنها كل ما يجري هو حديث كذا 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 ولا ندري الامر الثاني هل هو حقيقة طورت في الفساد هناك من يقول بانه طورت في الفساد اذا هو خرج لحاله امور عقرية هل تم زج بهذه الدهمة فقط لجلبه حتى تكون قضية فساد ما يكون هذا الشخص بمجرد القبض عليه يطلب اللجوء وتجد نفسها الدولة اللي موجودة في حرج المعروف انه الاجهزة الاستخباراتية لما تتعامل فيما بينها تتعامل بمنطق المصالح وهذا بنويرا تم القبض عليه من طرف المخابرات التركية وانا اعرف جيدا وانا اعرف اشخاص من قبل تم القبض عليه منذ سنوات طويلة في قلال في الفين واربعة او الفين وخمسة قبض عليهم في تركيا من طرف المخابرات التركية تم تسليمهم جزائر وتم تعذيبهم شر تعذيب رغم انهم هؤلاء ليسوا لديهم معلومات خطيرة هؤلاء اتهموا بالارتباط فيهم اللي كانوا في أفرانستان وفيهم اللي كانوا في الشيشان التهموا بقضايا تضبط بالإرهاب ولكن تم تعذيبهم تعذيب كبير من اجل اخذ كل المعلومات التي يحوزتهم اذا بنويرا هذا تم القبض عليهم من طرف المخابرات التركية المخابرات التركية بلا ادنى شك تم استنطقتها ترى ماذا قدم للمخابرات التركية بلا ادنى شك قدم لها معلومات شخص بهذه الطريقة ويجد نفسه بين اياد مخابرات هو يدرك تماما انه اذا تمت اعادته الجزائر سيتعرض الى سجن واشياء كثيرة لذلك اكيد سيحاول ان يغري الطرف الآخر بمعلومات سواء كانت صحيحة او حتى يفبرت المهم انه يعطي معلومات ويقدم معلومات وبلا ادنى شك سيقدم معلومات صحيحة فالرجل كان في مكتب القيد صالح ويستمع الى ما يدور حميثه اكيد كان دارت اشياء كثيرة لا يمكن ان تقالي الاعلام ولا يمكن ان تقالي اي طرف اذا قدمها الى جانب التركي الجانب التركي بلا ادنى شك انه انضى صفقة مع الطرف الجزائري لا يمكن ابدا ان يتم تسليم شخص بهذه الطريقة من دون صفقة اذا ما هي الصفقة التي وقعتها تركيا مع الجزائر من اجل تسليم هذا الشخص ليست لدي معلومات ولكنها اكيد ترتبط بملفات مهمة ملفات اقتصادية ملفات امنية ملف الليبي هل ترى الجزائر قدمت تنازلات في بعض الملفات او اعطت اشياء لا يمكن ابدا انه بمجرد خاصة في الفطر الاخير الاوي الاخيرة كانت العلاقات الجزائرية التركية ليست على ما يرام وانا تحدثنا هناك خلافات كبيرة ووصل هذا الامر حتى بالرئيس تبون الى تشكيك في شرعية او سحب تقريبا سحب الشرعية عن حكومة السراج وهي الشرعية التي تراهن عليها تركيا وتتخذها ذريعة في تدخلها في ليبيا اذا ما الذي ستقدمه الجزائر الى تركيا نترك الجواب على الايام القادمة وفي تقديري اذا ظهرت تغيرات في المواقف الجزائرية في ليبيا فاكيد بان الجزائر تقدمت تنازلات اذا ظهرت صفقات اقتصادية امور اقتصادية فهذا شأن اخر اذا ننتظر ماذا سيظهر من السياسة الجزائرية الخارجية سواء في العلاقات مع تركيا او بالنسبة الى الملف الليبي او انه ربما تركيا ايضا هناك من قد يتحدث ويطرح هذه الفكرة انه تركيا ربما طلبت من الجزائر لعب دور وسيد من اجل انه لا تتورط اكثر في المستنقع الليبي ربما كل هذه الامور مطروحة لا يمكن ان نتكهن بها ولكن نطرحها وننتظر ما ستسفر عنه المرحلة القادمة لذلك انا في اعتقادي ان مرحلة بعد تسليم هذا الشخص الشخص ليست مثل ما قبلها هناك صفقة بلا انا شك امر اخر ما الذي اخذته تركيا من هذا الشخص جهاز الاستخبارات التركية اكيد اخذ معلوماته وهذا طبيعي اي دولة تمسك شخص حتى الناس تمشي ناجئين يطلبوا اللجوء السياسي في دول وعندما يمشوا الى دائرة اللجوء السياسي ويجلسوا يعملوا معهم تحقيقات تجد ضابط استخبارات جالس هناك ويحاول اخذ معلومات بطريقة بطرق مختلفة بدون ما يقول انا ضابط ممكن يقدم نفسه حتى السكريتير عادي في هذه الدائرة ويحاول ان ياخذ معلومات اذا كان طالب اللجوء السياسي ذكي لا يخرج لا يعطي اسرار بلده ويلتزم بقضية طلبه للجوء لاسباب القانونية التي تسمح له بطلب اللجوء اما اذا كان ضعيف وخايف ويريد فقط البقاء سيأخذون منه ما يريدون اذا كان شخصية خاصة لما تكون شخص كان عسكري وخاصة لما يكون لديه رطبة او مسئولية في الدولة التي اتمنى بلا ادن شك اذا الاطراك بلا ادن شك انهم مسكوا هذا الشخص اخذوا منه ما يريدون من المعلومات واذا كانت لديه وثائق اكيد اخذوا منها المسخر بالوثاة اذا كان هذه الوثاة كيف اخذها اكيد اما اخذها في فلاشة او انه وضعها في ايماء المعين شوية ضغط عليه يعطي المعلومات اذا يعطي لهم الوثائق اذا الوثائق هذه التي كانت مع بونويرا والمعلومات التي كانت بحوزته هي الآلة لدى المخابرات التركية اذا خشية الجزائر اذا كان تريد ان تستلمه من اجل ان لا يفشي اسرار الاسرار التي بحوزتها او الوثائق التي بحوزتها فقد اعطاها المخابرات التركية وهذا مؤكد لا يمكن ابدا ان المخابرات اي دولة مش تركية فقط اي دولة تمسك شخص بهذا بهذا ويطلبه رئيس الدولة ان صحت المعلومة ان رئيس هذه البلاد طلبه شخصيا من رئيس هذه البلاد يدركون تماما ان القضية كبيرة جدا 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 وان هذا الشخص لديه اهمية ولذلك يريدون اولا معرفة هذه الاهمية معرفة هذه المعلومات حتى لو كانت العلاقات بين البلدين في قمتها وحلاقات تطابق في كل شيء فلن تخزين المعلومات واخذها مهم قد يأتي اليوم يحتاجون اليه لان الصراع بين الاجهزة والاستخباراتية هو الصراع المعلومة كل طرف يحاول ان يأتي بمعلومات ويخزينها قد يجدها في وقت لحق قد تكون لها اهمية حاليا لكن وقت اخر قد تكون لها اهمية اذا بنويرا صيد ثمين بالنسبة للمخابرات التركية اكيد اخذوا منه ما يريدون اذا هل الجزائر استفادت من هذا الامر ام لم تستفد هنا المشكلة اذا الجزائر بلا ادنى شك استرجعت شخص بهذه الامرية استفادت من هذا الجانب ولكن هل هذا الشخص وجود الشخص هذا في الخارج بالمعلومات التي يحب بحوزته يشكل خطر على الدولة الجزائرية وعلى المؤسسة العسكرية وخاصة في هذه المرحلة يشكل اكثر من وجوده لدى الجزائر ومعلومات التي بحوزته موجودة في الخارج خاصة اذا كانت معلومات شفهية لانه قضية الوثائق اكيد راه اعطاها الى اطراف اذا الاشكالية الكبرى ليست في الوثائق الاشكالية الكبرى الوثائق يستطيع حتى ينفوها ويقولوا مفبركة وكذا سهل حتى لو يكون صحيحة يقولوا راه انها مفبركة وانتهى المغرور ولكن وجوده في الخارج مع المعلومات التي في رأسه وكدليل مادي على اشياء ما فهذه هي اشكال الجزائر بلا ادنى شك استفادت من ناحية الامنية انا اتكلم كتحليل امني بحث استفادت من ناحية الامنية استرجعوا لانه بقاءوا في الخارج مع معلوماته خطر كبير ولكن استرجعوا حتى بقت المعلومات حتى المعلومات التي كما بحوزتها قدمها الى الاطراك او قدمها الى جهات اخرى راح يقل الخطر ولكن تبقى دائما هذه المعلومات مهمة جدا للجوانب التي امتلكتها اذا كانت فيها وثائق وثائق ستتعرض البلاد والاجهزة للابتزاز اذا لم يكن هناك اتفاق اما اذا كان هناك اتفاق على اشياء معينة اعتقد بان الامر انتهى انا اعتقد بانه ضربة امنية كبيرة داخل الدولة الجزائرية وهذا الذي يكشف مدى الفساد الوطن اصلا الذي عرفته مرحلة ابو تفليقة لذلك عندما نقول ان ابو تفليقة يجب ان يحاكم هؤلاء كل من كان لعب دور قذر في تلك المرحلة يجب ان يحاكم لانه لم تسلم منهم المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية المعروفة بتماسكها المؤسسة العسكرية المعروفة برجالها وحرصهم الامني عرفت هذه المرحلة اسوأ ما يمكن تخيله حيث وضع الناس الذين ليسوا في المستوى في اماكن لا تخصهم ولا يستحقون وهذا بسبب الانهيار الذي عرفه الدياراس وعرفه جهاز الامني في عهد تفيق حيث عندما تحولت المخابرات الجزائرية من مخابرات يهمها الحرص على امن الوطن الى مخابرات للمقاولات والعقراء والبيزنس والشقق وكذا وكذا وصار الضباط لا تهمهم الامن بقدر ما يهمهم الحصول على قطع الارض والحصول على السكنات والصفقات والرشاوي أو خاصة هذه الذين تمت ترقيتهم والذين كنا نحاربهم كثيرون يقولون ويروجون أنني أنور مالك أنت كنت تحارب وتهاجم الجيش أنا لم أهاجم الجيش كمؤسسة أهاجم القيادات والنافذين في مرحلة معينة الذين أضروا بالمؤسسة عندما كانت لديهم السيطرة على المؤسسة كانت المؤسسة في الطريق الغلط لذلك وجب أن نتصدى وعندما طالبنا بإقالة الكثيرين ومحاسبتهم لم نكن مخطئين ها هي النتيجة التي أوصلنا إليها أن مساعد أول كينسي كريتين رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع يفر إلى الخارج وتضطر الدولة ربما تضطر الدولة إلى أشياء مع الطرف الآخر من أجل استجلامه شوف كيف يعني لما تضع الإنسان غير المناسب في المكان الذي لا يناسبه مطلقا إذن إخواني الكرام الذين سألوا والأخ الكريم الذي سأل عنها القضية أنا أعتقد بأن هذه القضية ضربة أمنية كبيرة ضربة أمنية إلي مرحلة حساسة ولا يدرك تماما أن المرحلة سنة الأخيرة من عمر جيد صالح كانت مصيرية بالنسبة للدولة الجزائرية كان مكتبه عبارة عن غرفة عمليات حقيقية أديرت بها كل الأمور والكثير من الأمور ما زالت مستمرة بناء على ما دار في تلك المرحلة وخروج المعلومات وأسرارها وخفاياها إلى جهات خارجية أعتقد سيذر بهذا الجنب ترى ما الذي دفع هذا بنويرا إلى الفعل هذا أنا لا أعتقد بأنه قضايا تتعلق فقط رغبة معينة في الانتقام كما يقولون أو أنه شيء أو أنه واحد هرب التركية وخلاص لا أبدا القضية تتمثل في أجندة وما زالت الأحداث ستأتي لاحقا وتدركون أن القضية ستتعلق بصراع كبير العصابة ما زالت نافلة وهناك من يريد إجهار مصار الرئاسيات المصار الذي دافع عليه القايد صالح حتى آخر حياته المصار الذي توج عبد المجيد تبوك رئيسي للجمهورية إذن هناك عمل ممنهج لإسقاط هذا المصار وكيف يتم إسقاطه أولا بضرب المرحلة العام الأخير من عمر القايد صالح ضرب تلك السنة ومحاولة إجهاضها وكشف أوراقها ودخالها في دوامة صراعات الأمر الثاني استهداف الرئيس بحد ذاته ولدينا الكثير من هذا الجانب على دين معلومات تتحدث بأنه هناك عملية ممنهجة وأن هناك جهات تدفع أموال من أجل عودة الحراجة بقوة هناك شبكات مرتبطة بجهات معينة تريد عودة الحراجة بقوة حتى يقال بأن الحراجة والجزائر لم يتغير فيها شيء حتى من أجل أن تستعمل من أجل أن تتضرر العائلات وعندما أنا أقول هذا الكلام لا يعني أنني أطعم في هذا الحراج الذي اضطرته الظروف وبلا أدنى شك لم تتغير الأمور زات جائحة كورونا هدت الناس وبلا أدنى شك عندما تفتح الأوضاع سنجد نسبة الفقر انتشرت الناس في الجزائر العميقة يجوعون بمعنى الكلمة عندما كنت في التسعينات نقول الجزائريون يقطتون من المزابل وكذا كنوا يشتمونني وكذا وكذا ولكن ثبت هذا الأمر مع مرور السنين وما زال في تصاعد وسيظهر أسوأ في حالة انفراج الوضع بسبب هذه الجائحة إذن هناك في الرئاسة من يعمل بالتبون أنا أجزم لكم وأنا ما أخذ هذا الأمر أنه الرئيس تبون صادق فيما يقول وصادق فيما يريد وأنه ما قاله من أجل الجزائريين ومن أجل تقديم هذا الأمر صادق فيه ولكن هل الوضع العام الذي يمر به الرئيس ليسهل هذه العامة سهل هذه التحقيق الأمر أنا أقول لكم أنها أعقد مما يمكن تخيل ولذلك رئاسة الجمهورية ما زالت ملغومة بجماعة طيارات طيارات تريد إسقاط هذه المرحلة طيارات فقدت نفوذها طيارات من لبهات المال والأعمال التي تضررت لا يمكن أن تسكت لا يمكن أن تسكت تأتي إلى ناس كانت عندهم المليارات وفجأة تصادر كل هذه الأملاك في رأيك تسكت ناس كانت سلطة في أيديهم وفجأة يجدون أنفسهم من وراء القضان في رأيك يسكت هؤلاء عندما كانوا في السلطة تخيل في التسعة وتسعين وظفوا واحد في التسعة وتسعين الآن واحدة وعشرين سنة واحدة وعشرين سنة كيف ول في المسؤولية اللي قاجة في التسعة وتسعين يا ناس اللي قاجة في التسعة وتسعين راهكم الله هذا اللي قاجة في التسعة وتسعين ومع إذا كان قريب من العصابة ربما راه عقيد ونعرف الترقيات كيف كانت تتم نعرف كيف أبناء العماري كي كان هو قائد الأركان أو رئيس الأركان كيفاش أرتقوا يتخرج دبابات يصبح حاكم ماء لا سيكريتي ميلي ترتعي النعجة وأصحابه دفعة تلقاهم نقاباء وهو عقيد نعرف كيف يتم هاك لذلك أقول لكم إخواني بالمختصر المفيد أن القضية كبيرة وأن المعركة ليست معركة سياسية بل تعدت إلى الدرجة المعركة الأمنية والمرحلة القادمة ستكشف الكثير من الملفات ستكشف القضية أكبر من أنه مساعد أول فر كما قلت هناك عملية ممنهجة تحاول أن تجعل حتى الضباط سابقين في المرحلة وحيلوا على التقاعد يجري العمل من أجل فرارهم إلى الخارج خاصة هؤلاء الذين كانوا مقربين من دوائر معين يجري العمل من أجل فرارهم تهريبهم إلى الخارج وبعد ذلك يجري استعمالهم كما أعادوا الحراجة وتدفع أموال طائلة يعني بالملايين تدفع من أجل مساعدة الناس على الهرب هناك عمليات ممنهجة تستهدف المستشفيات وتستهدف الحياة الاجتماعية القضية لذلك عندما قلنا أن القضية لا تتعلق بشخص بتفريق تتعلق بلوبي لوبي هذا ليس لوبي سياسي فقط لوبي سياسي ولوبي استخباري ولوبي عرقي ولوبي ولوبيهات مختلفة ولوبي أديولوجي بما على الكلمة كان هيما على الدولة الجزائرية وفي مرحلة معينة فقد نفوذه وفقد وجوده وصار مهددا أصلا في وجوده ولذلك لجأ إلى كل الحيل من أجل أن يعيد زمام الأمور إلى نفسه يعيد هيمنته على مصادر الثروة وصناطراك وغيره يعيد سيطرته على الأجهزة الأمنية التي كانت السلاح المستعمل من أجل بقاء هذه العصابات معيد أيضا يريد أن يستعيد زمام الأمور زمام الحكم والهيمنة في رئاسة جمهورية التي هي مصدر القرار في وزارة الدفاع في القضاء في كل المؤسسات ذات الاستراتيجية هناك عمل ممنهج ومما يندرج في هذا فضيحة الصحفي الصحفي الذي تم توقيفه في المساء وبكرة تم الإفراج عنه هذا الصحفي الذي كان يعمل في فرنسا 24 هي القناة الفرنسا 24 الذي تم توقيفه والإفراج عنه في اليوم الموالي حتى المحامين اتبعوا ما كانوا يسمعوا ما سمعوا جيّن في زيارة قالوا له مخرج إذن من هو الذي أوقف رغم أنه السيد التهمة التي وجهت لهذا الشخص لا يمكن أبداً أن تكون سبب في توقيفه هذا الرجل الذي مؤسس إنتاج أو شيء من هذا القبيل إن يعمل تستطيع أنه حتى إذا وجهت له تتهام يستطيع أن يبقى في بيته يشتغل شغله وأن تتابعه إن ثبت عليه القضاء في شيء شيء أمر آخر ولكن أن تشارع قاضي التحقيق ويتم إداعه وبكرة يتم الإفراج عنه والمحامين جايبين ورق من قاضي التحقيق باش يشوفوا معناها حتى قاضي التحقيق مش عارف قاضي التحقيق مش عارف وقل الجمهورية مش عارف اللي اعطالهم الوثيق وثيقة الزيارة عجيبة وغريبة وأمور تحدث ومزالة الأمور تحدث ما نقول هذا من أجل تخويف الجزائريين وإرعابهم لا نقول هذا من أجل أن الجزائريين يتفهموا حساسية المرحلة وصعوبتها لذلك أن الرئيس تببون الذي يختلف معه في كثير من الأمور وأتفق معه وأكثر اختلاف معه أنه كان يوما ما من رجال بوتفريقة وكان يدافع عن بوتفريقة حقيقة هذا الأمر وانتقدته في ذلك الوقت ولكن الشيء الذي نتأسف له أن نتمنينا أن يكون شخص آخر يترشح ولكن في ذلك الوقت الناس الذين هيمنوا على الحراك الشعبي منعوه من أن يكون له مرشح أو يلتف حول أحد المترشحين أو يرشح شخص آخر ليس حتى من الحراك ولكن يكون توافق مع مطالب الحراك للأسف الشديد قاطرة الجزائر التي كانت مجبرة على أن تمر عبر المسار الدستوري وانتخابات رئاسية لم تجد بين يديها إلا ما نرى لذلك لسنا نؤيدنا لم نؤيد تبون شخصيا ولا غيره أنا أيدت المسار والمسار تمنيت فيه أن يكون غير هذا ولكن عندما المعنيين بالأمر عندما اتخذوا مسار واحد آخر مسار واحد آخر هاي وصلت الحال الآن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في واجهة المدفع كما يقولوا ولذلك صار هو مستهدف بحد ذاته ولأنه لأساس ليس عبد المجيد تبون بل الأساس هو استهداف المسار لأنه المسار آر منذ تحرك الشارع كان الهدف منه هو هو الوصول إلى الفوضى ولكن عندما الوصول إلى الفوضى كيف سيتم أولا دفع الشارع في مواجهة مع المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية تخدقت مع الشارع ولم تنجر إلى هذا المخطط المؤسسة العسكرية لم تعلن حاكما عسكريا وحتى يقولون انقلاب فضلت المسار الدستوري الذي كان هو أفضل الدواء هو الكي كان مسار أجبرت عليه حتى لا يقولوا أن المؤسسة العسكرية تحكم أن المؤسسة العسكرية مقلبة أنه كذا وكذا كذا فضلت هذا المسار ولكن الناس اللي راهنوا على الفوضى بعد ذلك شفتوا كيف عملوا حملات قذرة ضد القايد صالح من أجل استفزازه ومحاوله كل الطرق من أجل استفزاز العسكر حتى يدخل في مواجهة مع الأمن وكيف كانوا حتى الشارع يستفزون مصالح الأمن وكيف يضعوا لهم الكاشير على الأرض أشياء كثيرة استفزازية كثيرة عملت ولكن للأمانة أن الأجهزة الأمنية والجيش كان تعامل بضبط نفس كبير وتحمل كبير من ذلك مرحلة صعبة لذلك أن الهدف هو استهداف هذه المرحلة وأعتقد بأن ما سيأتي ما زالت تأتي أمور أخرى ومفاجأات أخرى خاصة أن الهدف الآن هي المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية التي لم تنجر أن تكون طرف مناهض للشارع الجزائري لذلك استهدفت الشارع الجزائري الآن تغيرت الطروف وفي أول حاجة الكثير من الناس رجعوا إلى بيوتهم لا يمكن أبدا أن واحد يستمر عمره كله في المظاهرات أيضا آخر راهنوا على أن هذا المصار وثقوا في المؤسسة العسكرية من أجل أن هذا المصار يسل إلى شيء ما ولكن الأمور الآن لتجري في استهداف المؤسسة العسكرية وأعتقد بأن قضية بنويرا هذا تدخل في هذه الأجندة والآتي أصعب وإلى أجندة قديمة متجددة هذه القديمة أيضا نجد في التسعينات كيف تم تجنيد فيه ناس خرجوا حتى الخرج بصفة عادية من أجل فيه شخص خرج الفرنسا بش يقبض تقاعد باباه وجد نفسه في دوامة إعلامية من جهات تم استغلاله وخرجوا لكتبه كذا كذا كثير ونعرف ماذا حدث في إطار من يقتل من الآن نفس النظرية لكن بيجيء صيغات أخرى ومن يحكم من الآن يجري العمل تحت إطار من يحكم من الجيش هو الذي يحكم الجيش رهو أنقلب على إرادة الحراك الشعبي والجيش هو الذي يجب أن يتنازع السلطة ويسلم السلطة للشعب كأن السلطة هذه عبارة عن مفتاح جيارميه فلاقرون بوست إذن أخي الكريم أن قضية بنويرة تندرج ضمنها معركة أمنية خطيرة والجزائر باسترجاعها للموضوعية باسترجاعها لهذا الشخص الشخص قللت من المخاطر التي كان يحملها الأيام كفيلة بكشف طبيعة الاتفاق الذي حدث بين الجزائر والأطراك الجزائر أكيد قدرت أنه ربما هناك صفقة أصلا وقدرت أن تكون هناك صفقة أفضل من وجود هذا الشخص في الخارج لأنه ضرر يكون كبير نحن لا نعرف المعلومات الحقيقية التي يمتلك هذا الشخص ونأدرك تماما أنها بلا أدنى شك معلومات مهمة خاصة أنه كان في سكرتارية القايد صالح إذن الدولة التي غامرت مع الجانب التركي ولماذا هو أصلا اختار تركيا كثير يقولون اختار تركيا ربما تم جلبه هناك ويكون نعرف بأنه كثير من المعارضين يترددون على تركيا هناك من يقول أن قضية تتعلق بقضية سهولة السفر إلى تركيا تأشيرة سهلة جدا فلجأ هناك وهناك كثير من التحليل نحن لا نملك المعلومات الحقيقية كل ما نعرفه من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام ولكن المؤكد أن هذا الشخص عبارة عن علبة مهمة تم استرجاعها بأقل الأضرار لأن بقاء الخارج ضرره أكبر وأعتقد بأن الأجهزة قدرت هذا الأمر ننتظر ما ستسفر عليه المواقف الجزائرية في كثير من الملفات التي تركيا فيها طرف وبعد ذلك نعود إلى هذا الموضوع كنت بصدد الإجابة عن سؤال آخر آخر ولكن للأسف طالبنا الحديث نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله في مداخلة أخرى للإجابة عن أسئلة أخرى بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى